بداية وقبل أن نبدأ خلونا نصلي على النبي محمد على نبينا محمد ونقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ونفتتح دورتنا المجانية لطلابنا الأعزاء طلبة قسم اللغة الإنجليزية للمراحل البكالوريوس وكذلك بعض الطلبة اللي اختصاص وماجستير لغة راح يستفادون إن شاء الله بهذه الدورة لأن راح تكون عبارة عن سؤال والجواب وأسئلة جميلة ومرتبة وراح تلاحظون إن شاء الله تشوفونها شلون مرتبة وأيضا راح تنزل هذه الدروس يوميا على قناتنا على اليوتيوب إذن نبدأ بالنوع الأول من الأسئلة وهو النوع الأول من الأسئلة وهو الاختيارات صيغة السؤال بالامتحانة تكون choose the correct answer choose the correct answer بمعنى اختر الإجابة الصحيحة نعم فنبدأ بالنوع الأول من الأسئلة وهو عبارة عن choose the correct answer اخترى الجواب الصحيح السؤال الأول يقول the tip and blade of the tongue are very close to the alveolar ridge يقول مقدمة اللسان قريبة جدا على منطقة الالفolar ridge نعم نعم طيب يقول مقدمة اللسان تكون قريبة على الالفolar ridge طبعا احنا يعني حتى اذا احنا ما متأكدين اعلمكم على جواب شلون تختارون جواب صحيح مثلا انتم ما متأكدين فمثلا راح نجع على الفا والفا نحل الجواب معقولة جواب فا وفا الفا بالأسنان بلأسنان اذا راح نبعد الفا نجع على الفا والذى الفا والذى عن طريق الأسنان الأسنان ثا ثا الأسنان العلوية واللسان فهذا ما يرهم فنجع على السا والزى السا والزى اللسان يلامس منطقة الالفolar ridge منطقة الالفolar ridge هذا اللي بالأحمر كلش مهم هذا كلش مهم ركزولي علي والجواب راح يكون السا والزى فا اذا عند نطق صوتين السا والزى تكون tip of the blade very close to the alveolar ridge very close to the alveolar ridge طيب زين هسا 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 مثلا نجي يقول there is narrowing هذا السؤال الثاني يقول there is narrowing between the tip of the tongue and the back of the alveolar ridge هنالك ضيق ما بين مقدمة اللسان ونهاية الالفolar ridge طيب نجي ويايا كلكم ويايا من اقول هنالك ضيق بمعنى ان الهواء يخرج بصعوبة فا والذى كلكم بلا ويايا كلكم قولوا انطقوا ويايا فا ذى فا ذى فا ذى فا ذى هل هنالك ضيق بمنطقة tip of the tongue لا س وز س ز back of the tongue the tip of the tongue and the back of the alveolar ridge نهاية الالفolar ridge طيب نجي على س وز س وز قلنا tip of the tongue قريبة الالفolar ridge بقى تعدنا ش و ج ش و ج ش و ج the back of the alveolar ridge the right answer is c sh and j sh and j sh and j sh j sh j sh j طيب يقول اكورس at the beginning and the middle of the word never at the end of the word يقول هذا الصوت ما يحدث في نهاية الكلمة ابدا ما نحنا ما نعرف طبعا هس الحد الان نحنا ما نعرف خلينا نتأكد طيب لو جئنا على صوت النه من ينطيني كلمة تنتهي في صوت النه تنتهي تنتهي اوبن اوبن طيب بالضبط اذا صوت الراء اكو عندي كلمات تنتهي بصوت الراء نعم اكو عندي كلمات تنتهي بصوت الراء خصوصا الكلمة اللي تنتهي براء وتبدي بصوت علاء مثلا على سبيل المثال تيتشا تيتشا مثلا تيتشا ان تيتشا ان سكول تيتشا ان سكول لفظ طيب اذا صوت لا يلفظ بالاخير طبعا صوت اله واتحدى طالب يجيب لي كلمة من تهي بصوت الراء اي طالب اتحدى طالب يجيب لي كلمة منتهية بصوت اله ما عندي كلمة بلغة انجليزية تنتهي بصوت اله نهائيا اذا هاي كلها معلومات اسفلني دكتور نعم 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 دكتور بالاكسنت الامريكي الار تنفض بس منهجنا باكسنت البريطاني بل الآر لا تنفض لا ولكن اذا اجت بعد الآر بيجاب حرف عليك بمتطق الآر وكذلك اقول اي حقيقة اي حقيقة اي حقا انا هذا اللي قلت وعندما اعطي مثال اقول انجليزية تعالي في اجلال تعالي في اجلال لا تنفض لا لا تنفض الار ولكن من نقول فاذا في اتنفض فاذا في اتنفض كلمة انتهت بصوت الرا وبدت الكلمة الاخرى بصوت علا فالآر راح يكون يلفظ هنا فراح يكون ملفوظ يعني الرا اما الها فبجميع الاحوال صوت الها لا يوجد في اللغة الانجليزية اطلاقا فهي معلومة مهمة جدا انتبهوا لي عليها وايضا ملاحظة مهمة جدا صوت الـ الشعور الطيب الاخرى فعلا يدعي للحتوال الرجل أمريكي الانجليزية 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 نصا بالكتاب. طيب. يقول خامسا. الـ . 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 الهواء يحبس لجميع أصوات فريكشن ستوب نيزل غلايدينج نيزل توب اكسلل هاي الطالبة اللي قاعد تحت قدامكم وتشوف الحلول هذه طالبة زمن فتحياتنا إليتش أتمنى لك يا رب الموفقية وفرصة سعيدة نلتق بيتم حضرتك مرة أخرى الشكر إليك إستاذ والله مع أني بدون أي مراجعة ملزمتك والشرحة يعني هذا الفضل يعود إليك أخوة عزيزة الله يحفظها طيب السؤال التاسع كنا يعني صراحة يعني نفسيتنا تدمرت بالمعنى بالمهيزة يعني بس يعني ما دهتك بس لما نشوف محالاتك صديق أنا نشوفها فيه سهولة يعني اللي يحفظكم يا رب والله إن شاء الله نبسط لكم المادة بالشيء اللي أن نقدر عليه ويiffsأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم اللي يتنسى لله سبحانه وتعالى والحمد الله والشكر الله يسأل لكم الفضل لالله سبحانه تعالى الله يبارك بكم والله إن شاء الله نقدم لكم الأفضل إن شاء الله نقدم لكم الأفضل الله يحفظكم النقطة التسعة يقول فراغ يقول يعتبر من الفك وهو يقول هل هو الالفل الرج هل هو التنغ هل هو الالفل الرج نعم هو الالفل الرج لأنه هي منطقة الالفل الرج منطقة الالفل الرج إذا تريدون تحسون بيها معلومات المعلومات اللي قاعدة أنطقكم إياها كل ش مهمة ترى دير بالكم حاولوا تكتبون ملاحظات أيضا حاولوا تكتبون ملاحظات حاولوا تكتبون ملاحظات حاولوا تكتبون ملاحظات نعم إذا عن المادة تفضل بس إذا خارج المادة نهاية المحاضرة رح أنطيكم مجال أي سؤال خارجه أنا حاضر تمام نعم طيب هنا إذا تريدون تحسون منطقة الالفل الرج اللي إلي حبي يحس بيها أنطقوا صوت الني نه نه أنطقوا صوت الني نه 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 طيب عندك تشرح عليه هذه الملزمة خاصة فقط بالأسئلة والأجوبة رح أكمل لكم إياها و رح ننطيها فقط للطلاب اللي رح يتابعون ويانا يتحسون أنطقوا يمنع بأول امتحان رح يحصل الملزمة اللي ما رح يجاوب ما رح يحصل الملزمة صراحة ليس تشترح هذا شخص صراحة ما رح يتابعون لأحد اليوم الأحد فأجل رح يحصل هذه الملزمة لماذا؟ اذا قاريت وتابعت ويانا اذا شفتك متابعة على اليوتيوب وكاتب اسمك بقناة اليوتيوب ويانا مو اسمك يعني قصدي يعني اشوف وجودك لانو هنا الحساب الحساب الجي السؤال اللي بعده نعم حسابي عيني هسه طيب السؤال الاخر ايقول ايسمك فاراج ايسمه طفي ايسمك ايسمك البالت البالت جيد جدا طيب ايقول ذات كايند فرنانسياشن يستخدم من الكثير من الاسم فوناتيكس الار بي نعم اثنان ايقول تمثيل كل الاصوات برمز من الرموز ما هو الفوناتيك لو الار بي لو الفونميك ترانسيكريبشن طبعا هاي الاسئلة كلها موجودة بالكتاب هاي الملاذ هذا الحشي كلها من الكتاب يعني ما مجايب شي من جيبي اطلاقا طيب فونميك ترانسيكريبشن فونميك ترانسيكريبشن يقول هنا فراغ فونميكس هنالك فراغ كم فونم عندنا باللغة الانجليزية أربعن بعيد فورتيفور نعم يقول هنا سؤال تب و البليد تب و البليد تبقى منطقة الالف للرجل منطقة التب و البليد تكون جوا منطقة الالف للرجل هذا فراغ مهم جدا يعني انا مجاوب لكم يا حده هذا جواب نصا موجود بالكتاب هاي نصا هذا الحشي موجود نصا بالكتاب وموجود ابنائة الكتاب بالتعاريف هاي استاذ العفو هاي ما اجزاء اللسان اشب قابل بالضبط انا ذنة ايه صح 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 بالضبط ايه مضبط أهم عضو من أعضاء اللسان هي التب و البلد. شكراً. تكينما يجب على سبيح. كلها مهمةة بحكرة. و لكن أهم عضوين بيهن التب و البلد. أستاذ لكن هذا هو فصل الجيش. بدينا نشرح فصل. بدينا نشرح أسئلة عن مادة الصوت للمرحلة الأولى. مائة سؤال. سويت ملزمة بها مائة سؤال عن مادة الصوت. مائة سؤال و جواب عن مادة الصوت. بلد أحما أستاذ مساء خير أستاذ؟ مساء النور. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. أستاذا، أنا اشتريت الملزمة. لا، هذه غير ملزمة. عفواً. بس أخت العزيزة. حتى تكون الصورة واضحة أمامكم وحتى ما نضيع وقتنا. هذه الدورة اللي سويتها دورة مادة الصوت للمرحلة الأولى وليس شرح. وإنما أسئلة وأجوبة. فراغات صح وقطة اختيارات. الدورة اسمها مراجعة مادة الصوت. مو دراسة الصوت. إذا عندي السؤال عن المراجعة أنا حاضر. ما عند السؤال عن هاي المراجعة أسئلة واستفسر تكوني بنهاية المحاضرة. الله يسر إن شاء الله راح ناخذ اللي تروي والفولس. طيب هاي اللي تروي والفولس أيضاً. عدنا أسئلة أيضاً عدنا ديفينيشنز تعاريف. عدنا فراغات أيضاً أخرى. مثلاً هذا السؤال يقلك صوت الانغ لا يحدث. هذا الصوت لا يحدث. وين؟ يالله مني تجاوبني؟ من فيкт العام في م Guinness و فيه في البداية. يعني الشيء إلى مطلق كل ما بتجاوبي. محانص الثالق. نعم السحر. في البداية سوف نتناقش وهي مراجعة قبل الامتحانات نقدر نساعدكم هم مراجعة وهم تغيير جو وما قدر أسوي لكم دورة حقيقة كاملة وأشرح المادة كلها لأن الوقت ضيق وبنفس الوقت قلت لما طالب لما يحس أكو أستاذ يسوي له أسئلة وأجوبة ويسوي له مراجعة وينشر له منزمة برأيي شخصي أنا أشوف الطالب راح يكون إلى واهس وإلى رغبة بالتعلم أكثر وأكثر ورح نشجع الطلاب حتى يدرسون مو مثل ما هو يقرأ واحدة فحبينا بهذه الدورة نسوي مبادرة نقدم بها لكم أشياء تستفادون من عندها وملاحظات ونقاش لأن الطالب واحدة ما يقدر يقرأ بس من يصير ميت مثل هذا الميت ولقاء وكل من ينطم علومة ومشاركة ونسمع من بعض الطلاب فأكيد راح يكون أكو رغبة ووهس بالتعلم أكثر يعني فهذا الشيء حبينا نقدم لكم إياه وهذه الأسئلة اللي أخذت لكم إياها بكرة إن شاء الله ساعة 9 أيضا راح نأخذ محاضرة ثانية وأيضا راح نسألكم بهاية الأسئلة ونحاول نسوي لكم امتحان أيضا ريدوا يحضوركم وريد متابعتكم بيانا والسؤال أو الاستفسارات احنا حاضرين وتقبلوا تحياتي الأستاذ محمد نجم النوفلي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة